أشهدت اللجنة اليهودية الأمريكية مساء أمس بما أسمتها دينامية التعاون المكثف التي أطلقها الاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل الذي مرت سنة على توقيعه وكتبت اللجنة اليهودية الأمريكية على حسابها عبر موقع تويتر اليوم مرت سنة على استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل وعلى تأكيد الدعم الأمريكي للوحدة الترابية المغربية مؤكدة أنها ستواصل العمل مع مسؤولي وقادة الدول الثلاثة من أجل جني ثمار تعاون المكثف كما أعرب أعضاء بالكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن تهانهم بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأولى للاتفاق الثلاثي بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والذي وصف بأنه خطوة تاريخية لإحلال السلم والاستقرار في مختلف بقاع العالم